السلام عليكم أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية في قسم الهندسة المدنية جامعة واسط محاضرة اليوم راح تكون حول يونت ناين ضمن يونت ناين راح نناقش الكرامر اللي حول الـ Time and Conditional Closes الـ Time Closes اللي باستخدام الـ Conjections of Time ورح نحتاج أن ندرس الفيوتر تينز باستخدام Will ثم ننتقل إلى الـ Conditional Closes اللي هي راح ندرس بها First Conditional First Conditional طبعا بشيء أساسي يعتمد بشيء أساسي على استخدام الفيوتر تينز أو الجملة اللي تحتوي على Will بالنسبة للـ Vocabulary راح ناخذ الـ Hot Verbs اللي تـ Take, Get, Do and Make وكذلك راح نتعلم استخدام preposition plus certain words يعني لما نجيني preposition زائد كلمة معينة أكو بعض الكلمات تاخد قبلها preposition خاص بيها حتي يكون المعنى مفهوم Everyday English راح ناخد بعض الكلمات نتعلم حول الفنادق اللي نستخدمها بالحجوزات والفنادق بالنسبة للجزء الـ Writing راح نتعلم الـ Linking Words في الكتابة، كتابة القطعة القصيرة وكذلك نتعلم مهارة Make Notes اللي هي الـ Advantages and Disadvantages نسوي ملاحظات حول الفوائد والمضار لشيء معين هاسا حاليا راح ننتقل إلى الـ Grammar نبتدي بالـ Time closes مثلا خلناخذ هذه السنتنس I will give her a ring when I get home طبعا هنا يقول it consists of two closes متكونة من عبارتين A main close I will give her a ring أنا راح أنطيها يعني راح أخابرها موقفها الرنج يعني أنطيها محبس العفو يعني أخابرها And a secondary close when I get home هاي يعني هنانا إذا نلاحظ يعني الجملة اللي بيها Time close هي عبارة عن جملتين مرتبات مع بعض الارتباط راح يكون عن طريق الـ Conjunctions of time اللي هي الـ Introduce secondary close اللي تبديلي الجملة الثانية الـ Secondary close اللي يعني العبارة التانوية بالجملة منضم الدني Time Conjunctions or Conjunctions of time اللي when, while, as soon as, after, before and until بين شبيهم اللي بعده مو Future form We use present tense مثلا When I get home I will do something While we are away Simple وتيجين هنا تكمل الجملة الثانية طبعا إذا لاحظتم هنا تركيب الجملة أركلكم عليها في الدوارة إذا لاحظتم هنا تركيب الجملة بهذه الطريقة شوف هاده الفيرست A close واضح اسفه ما سدي شكل هاده أخلى المسح هذا الخطر الفيرست A close هاده زين هاده الكونجنكشنز قلنا علي Off time وهنان هاده التعبيء ال close الثاني خنسمي secondary close اهنان الوين اجتي الهذي اللي هو الconjunctions of time اجتي وين بالبداية هذي اذن هي secondary close اذا اجتني secondary close بالبداية لازم ابتدي او اسبق هنقول الثرست close اللي هي المين close اخليها بعد الكمو لازم اخليكم افصل بيناتهم كومو حتى يكون هاي سموها punctuation of the sentence اذا اجتني بالطريقة الاولى ما اخلي كومو اللي اذا يجي الكونجنشن بالنص اللي هو اداة الربط بالنص لاذا خليت الكونجنشن اداة الربط بالبداية راح يكون عندي كومو تظهر بالجملة تفصل بين الجملتين while we are away شوفوا اهنان هم عندي كومو while we are away تبديل الجملة الثانية مثلا as soon as i hear from you وهنان هذا التركيب العادي wait her until i get back المهم طبعا حبيت اشوفكم هاذا موقع اكو يشرحنا شوية عال time closes time closes are used in english to demonstrate a period of time based on action or event similar to the event in close in conditional sentences هنان يقول هو يعبرلي عن period of time time close هي تعبرلي عن خترة من الزمن ان راح تحدثة شنو راح اي شنو هاي الفترة من الزمن هنان يجي تفسر لياها for example i will cook dinner when i get home هادا مطيني الاجزامبل انو آني راح اطبخ العشة i will cook آي آني راح اطبخ العشة when i get home شوف فصخ لياها when i get home is a close demonstrating a period of time يعني هاذي اللي when i get home يعني secondary close هي شنو اتعبرلي عن a point of time اللي هي فترة اتعبرلي عن وقت محدد يعني تعبرلي عن وقت محدد شنو based on an action event اللي هو معتمد على فترة حدث معين اللي time that i get home يعني هي حلت لي مكان in a place of time such i will cook dinner at 7 يعني ممكن الجملة تكون i cook dinner i will cook dinner at 7 بدال ما اقول at 7 انا قلت شنو when i get home يعني when i get home تساوي لي بالمعنى at 7 pm يعني اتمنى فادتكم هذي هذا الجزء من الشرح اللي انا اختاريته لكم من موقع ويبسايت إذن هى time closes تعتمد على استخدام الconjunctions هي time closed عبارة عن main close يعني الجملة اللي تحتوي على time close هي عبارة عن main close اللي هي اللي اللي تعبر لي عن action or event إذن هذي action or event اللي هي الباست يعني اللي عفو اللي main close وعندي secondary close لازم تبديلي conjunction of time عداة ربط للزمن وتجيني secondary close اللي هي نابت لي عن تحديد فترة معينة من الزمن اشتركوا في القناة 시에 بتجانت اشتركوا في القناة